بالتزامن مع تفاقم الغضب الشعبي من قرارات الحكم المتعلقة بالمتورطين بأعمال تفجيرات في المناطق المحررة أصدر مجموعة من الشخصيات الشرعية والقانونية والثورية والعسكرية والإعلامية بياناً تضمن نقاطاً من شأنها إصلاح القضاء في المناطق المحررة بحسب ما عنوين البيان البيان الذي حذر من وصول صبر الشعب عتبة الانفجار أوضح أن القضاء في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية ورغم الإنجازات التي حققها فقد شابه بعض العثرات والأخطاء والتي لابد من إصلاحها بشكل جذري الموقعون طالبوا بتشكيل ما أسموها إدارة التشريع لمناقشة قوانين القضاء وتعديل ما يخالف منها التشريع الإسلامي وإلغاء كل ما له صلة بقضاء النظام بحيث تتناسب القوانين مع طابع الشعبي السوري اللجنة يتم تشكيلها بحسب البيان من ثلاثة قضاة ممن انضموا لثورة السورية منذ بداياتها تختارهم الحكومة المؤقتة ومثلهم يختارهم المجلس الإسلامي وآخر تكلفه نقابة المحاميين وفي استكمال لرؤية الموقعين طالب البيان بتشكيل اللجنة تفتيش قضائية بإشراف المعارضة السورية والمجلس الإسلامي ونقابة المحاميين مهمتهم مراجعة التعيينات السابقة في سلك القضاء العادي والعسكري ومرفقا بتحذير من غضب شعبي وصل منتهاء دعا البيان في البند الأخير إلى الاستعجال بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة وبما يتناسب مع الإجراءات القانونية العادلة ترجمة نانسي قنقر